تدخل ساحة النجمة فلا يتهيأ لك أن هناك حركة غير اعتيادية لا مواكب لا إقفال طرق لا تفتيش على المداخل لكن في قاعة المكتبة العمل مجلس النواب شخصية تفوق بأهميتها أصحاب المواكب مجتمعين إنه أرون غاندي حفيد المهاتم غاندي حضر إلى لبنان لمناسبة اليوم العالمي لثقافة العنف الذي حدد في تاريخ ميلاد المهاتمة في ليلة ميلاده المائة والخمسين اختار أرون الاحتفال في لبنان محاولا نشر ثقافة العنف الفكرية قبل الجسدية نواب حضروا للمشاركة في اللقاء الحواري مشاركة لم تكن بمعظمها فعالة لا شكلا ولا مضمونا بعضهم اختار قتل الوقت بجواله وبعضهم الآخر كاد يخفو ضجرا لكن قلة كانت تستمع وأقلية صاحقة كانت تصغي انتهى اللقاء وفك أسر النواب فتسنى للجديد لقاء حفيد المهاتمة ومنه كانت هذه الرسالة المباشرة إلى الطبقة الحاكمة ذهب أرون غاندي أبعد فدع السياسيين اللبنانيين إلى اعتناق مقولة جده جملة وتفصيلاً السياسة من دون مبادئ أحد الخطايا السبعة التي نقلها المهات مغندي إلى حفيده أرون في آخر يوم لهما معا هي خطيئة لا شك في أنها متفشية في لبنان ولعل الوقت قد حان ليراجع السياسيون فلسفة غاندي لا يمكن لحضارة العيش إذا كانت تحاول أن تكون حصرية قالها غاندي وكأنه يعلم أن حفيده سيزور لبنان يوما ما فليصغي المسؤولون اللبنانيون إلى المهاتمة وأن بتصرف لا يمكن لحزب أو تيار العيش إذا كان يحاول أن يكون حصرياً لايال سعد قناة الجديد